النهر الأحمر ريو تينتو في إسبانيا إن شواطئ ريو تينتو غير الأرضية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم الدخول هنا غير محظور ولكنه خطير ويمكن لأي شخص أن يلاحظ هذا الجمال الخطير أتى عدد قليل من الباحثين عن المغامرة إلى شواطئ ريو تينتو متحمسين لرؤية شيء غير عادي إنه مشهدا مخيفا ولكنه ساحرا والسبب التعديد الذي استمر لآلاف السنين ولقد قاموا ببناء قرية كاملة لإيواء المهندسين والعمال وبناء خط سكة حديد بطول 300 كم لإستخراج خامات النحاس والذهب والفضة من ضفاف نهر ريو تينتو في الثمانينات توقف العمل بالمناجم لكن المعادن لا تتوقف عن تأثيرها في النهر وهذا هو السبب في لونها الغير طبيعي البرتقال اللامع جنبا إلى جنب مع المناظر الطبيعية الخلابة يخلق هذا النهر منظرا طبيعيا غير أرضي إن مياه ريو تينتو مياه خطيرة حموضتها أعلى من أي معايير آمنة وجدت عدة أنواع من البكتيريا موطنها هو نهر ريو تينتو وتعيش بمياهه وهي قادرة على التكاثر وإن زيادة حموضة مياه النهر ناتجة عن النشاط الحيوي لهذه الكائنات الحية الدقيقة والنظام الغذائي لهذه البكتيريا هو من الحديد والمعادن جذبت ريو تينتو انتباع علماء الأحياء الفلكية أيضا ليس فقط بمظهر النهر وألوانه وجماله بل بمحتواه القريب من عوالم أخرى يعتقد العلماء أن الأنهار ذات التكوين المماثل قد تكون موجودة على كواكب أخرى مثل كوكب المريح وكوكب المشتري أحبائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والأعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس